طب من ناحية الطاقة نحل إزاي؟ الطاقة نحلها إزاي؟ حدك قلت فأكتر من تصريح إن فيه مافيا في مصر بتمنع تنوع الطاقة وإن إحنا ما نحصل يعني إيه أولاً المافيا وإيه مصلحتهم وإيه موضوع إن إحنا فيه مافيا بتمنع تنوع الطاقة يعني لما يبقى عندنا النهاردة بنضخ في السوق المصري مئة ألف طن منتجات بترولية بأسعار متدنية علشان خاطر نقدر مراعاة لظروف الناس ثم نكتشف أن من 15% لـ 20% من هذا الرقم يأما بيتم تهريبه خارج البلاد عبر الحدود أو في البحر أو بيتم بيعه في السوق السوداء هذا الرقم 15% منه رقم كبير جداً بالتأكيد رقم لما نيجي نبصله على الدعم اللي هو 130 مليار للمنتجات البترولية فقط فحضرتك 15% في 13% أنت بتتكلمي في 20 مليار 20 مليار جنيه تهضر نتيجة سوق استغلال بعض الناس تهريب أو سوق سوداء أو سوق سوداء هذا الرقم لابد من أنه يبقى فيه معه وقفة إزاي نتحكم في هذا الرقم؟ إزاي نسيطر عليه؟ لما بدنا نتكلم في منظومة الكروت الزكية لم نقصد كروت الزكية فقط للمنتجات البترولية ولكن لكل أنواع الطاقة يعني هذا الكلام يسري على الطاقة على البترول ويسري على الكهرابة كمان لأن النهاردة سرقة التيار الكهرابي منتشرة جدا في الشوارع كل عواميد النور مسحوبة فلابد أن يكون فيه شيء من السيطرة على هذه المنظومة كل البيوت وكل العشوائيات تجمعات كبيرة من العمارات وكل كله بتبقى الكهرابة مسروقة فكل ده محتاج أن يبقى فيه كارت زاكي يتحط في العداد عشان الكهرابة توصل بس مش محتاج أكتر من كده حسنًا